شكل كبير جدا من الهجمات كان بيتم بتره بسبب ان انا بنزل شيكا وزيزو في عملية بناء اللعب والباكين بتوعي مش فاتحين الملعب بافضل شيء يعني سواء نضاي او عمر جابر عمر جابر كان الدنيا ماشي معاه كويس نضاي كان يعني عمر احسن طفيفا من نضاي ولكن نضاي ما عملش الدور بتاعه في ناحة الشمال فعشان كده هو ما بدلش برضو ما كانش عنده ظهير ايصر كويس بره في الملعب فما بدلش انت عايزة اقولك يعني انت بي ايه تقولي حيغير نضاي لأ هو راجل غير شكل الفريق وبدأ يستخدم عدد اقل ببون اللعب وعمل التغيير ده بس قبل ما يعمل التغيير ده تعالى عشان الناس تعرف فكرة نضاي كان ليه دور سيء في ابراز عدم ابراز شكل الزمالك تعالى نبص لارقام نضاي وعقرنهالك بالظهير الايمن عمر جابر لرغم انه ما كانش في افضل حالاته لكن ارقامه بتظهر فرق عن نضاي تعالى نشوف جدول ارقام نضاي وعمر جابر هتلاقي هنا اجمال التمريرات ستة وعشرين لنضاي وعمر جابر واحد وسبعين هتيجي تقولي ان نضاي ما كملش اللقاء بس نضاي خرج في دقيقة تقريبا ستين لو حتى حطينا وان بوينت فايف اللي هي المعدل بتاع الستين عشان وصلها لتسعين فنضاي تقريبا وحيوصل لتقريبا حاجة وثلاثين اه بعيد برضو نص عمر جابر فمعنى كده النضاي نفسه ما كانش بيستلم الكورة كتير التمريرات الصحية عند النضاي ستاشر مقارنة نبقى ستين عمار جابر يعني نسبة نضاي رغم انه ما عمدش تمريرات كتير بس كانت ا resistor هستين في المية مقارنة نبقى وعمر جابر عم ستة وتمانين في المية التمريرات الطويلة النضاي حاب يعمل ست تمريرات طويلة زيرو منهم كانت تمريرات صحيحة عكس عمر اللي كان بيلعب كورات قسيرة القرىات الطويلة عندك اربعة منهم واحدة صحيحة حيبان بقى حتى احيانا نسبة التمرينات الضعيفة احمد بتكون مبررة بان اللعب بيعمل تمرينات ريسكي وخطيرة ففاجأة اقولك ان هو كان بيحاول هنا الملعب فالكورة بتتقطع لا تعال نشوف اتجاهات تمرينات نضايك اتعاملة ازاي اتجاهات تمرينات نضايك كانت اغلبها لورا وسايد جانبي هنا اللون الاحمر ده التمرينات اللي الادام قليلة يعني مش النسبة الغالبة يعني راجل كان باغلب تمرينات وبتبقى للجنب والورا ورغم كده كان عدد كبير جدا من التمريرات المقطوع مشاركة نضاي في الزهير الايصر كانت لاكل فتا عالية جدا على الزمانك في عدم ظهور زيزو بشكل جيد يعني زيزو ما كانش انت الراجل بياخد الكرة في الشمال وبيخشوله تاني لجوه فبيزود الزحمة وكان بيخلي شكبالة وزيزو بينزله اكتر في بناء اللعب وعبدالله سعيد كان شبه معزول ترجمة نانسي قنقر